ما زالت أثار القرارات الاقتصادية التي اتخذت مؤخراً تضرب وجوه المواطنين وتشتد وطأتها يوماً بعد يوم الشركة العامة للمواصلات المحدودة بولاية الخرطوم نوهت أن الزيادة في أسعار الوقود قلبت الموازين وأدت إلى توقف الشركة عن العمل وذلك في معرض تفسيرها للأزمة الخانقة في المواصلات وفوضى الأسعار التي بلغت في بعض الخطوط 500 جنيه غرفة الباصات السفرية هي الأخرى أعلنت عن الزيادة في تعرفة التذاكر بنسبة 86% وذلك تأثراً برفع أسعار الوقود ولم يتوقف الأمر عند المواصلات بل ارتفعت أسعار الخضار إلى أكثر من 30% وشهدت أسواق العاصمة ارتفاعاً كبيراً في الأسعار مصحوباً بندرة في عدد من المفردات من جانبه قال كمبال علي كمبال رئيس غرفة الصناعة الغذائية إن رفع الدعم بهذه الطريقة يهزم الصناعة ويصيبها في مقتل كما أن القرار يمثل ضربة قاضية للمواطن الموسم الزراعي في القضارف وغيرها أيضاً بات مهدداً بالفشل بسبب ارتفاع الأسعار وفشل الحكومة في تأمين مدخلات الزراعة من جازولين وأسمدة وبذور يهاني المواطن السوداني في مختلف تفاصيل حياته من مواصلات وخبز وخضار ومواد غذائية بينما تخرج الحكومة لتقول أنها تستهدف المرفهين من الشعب بقرارات رفع الدعم الأمر الذي يدفع الشعب للتساؤل هل تعي الحكومة آثار قراراتها أم هي في واد والشعب في واد آخر